نشأت المافيا الأمريكية والمعروفة أيضا في أمريكا الشمالية باسم المافيا الإيطالية الأمريكية أو العصابة كمنظمة إجرامية إيطالية أمريكية متطورة ونقابة للجريمة نشأت هذه المجموعة كفرع من المافيا الصقلية عن طريق المهاجرين الإيطاليين في الولايات المتحدة وتطورت بعد ذلك لتصبح كيانا مميزا جزئيا ومستقلا عن المافيا الصقلية وشملت أو دمجت مجرمين إيطاليين مهاجرين آخرين وأمريكيين من أصول إيطالية بالإضافة إلى مجموعة أخرى مثل الكامورا الأمريكية والتي عملت في الولايات المتحدة وكندا بغض النظر عن أصولهم الصقلية غالبا ما يشار إليها باسم المافيا الإيطالية أو العصابة الإيطالية في أمريكا الشمالية ويمكن أن تشير هذه المصطلحات أيضا إلى المافيا الصقلية ذات الصلة ولكن المنفصلة أو نقابات الجريمة المنظمة الأخرى في إيطاليا أو مجموعات الجريمة ذات الأصول الإيطالية في جميع أنحاء العالم أعضا هو أطلقوا عليها اسم كوزا نوسترا أو شيء يخصنا والحكومة الأمريكية أطلقت عليها اسم لكوزا نوسترا اشتقى اسمها من المافيا الصقلية الأصلية وكانت المافيا الأمريكية في البداية تشير إلى مجموعات المافيا الصقلية النشطة في الولايات المتحدة حلقتنا اليوم عن المافيا الأمريكية نشأت المافيا في الولايات المتحدة في الأحياء الفقيرة التي كانت تضم هاجرين إيطاليين في إست هارم في نيويورك والجانب الشرق الأدنى وبروكلين وظهرت في مناطق أخرى في شمال الشرق الولايات المتحدة مدر رئيسية مثل نيو أورلينز وشيكاغو في أواخر القرن التاسع عشر وأواء القرن العشرين كان ذلك بعد موجات الهجرة الإيطالية خصوصا من السقلية وجنوب إيطاليا اندمجت مجموعات من الكامبانيا والكلابريا ومجرمون إيطاليون آخرون في الولايات المتحدة مع المافيا الصقلية لتشكيل مافيا إيطالية حديثة في أمريكا الشمالية وحاليا تتعاون المافيا الأمريكية في مشاريع إجرامية متنوعة مع نقابات الجريمة الإيطالية مثل المافيا الصقلية والكامورا في كامبانيا والدرانجيتا في كلابريا أهم وحدة في المافيا الأمريكية هي العائلة والتي تشير إلى المنظمات الإجرامية المختلفة داخل المافيا على الرغم من أنها ليست مجموعات عائلية بالمعنى الحرفي حاليا المافيا هي الأكثر نشاطا في شمال الشرق الولايات المتحدة لاسيما في نيويورك وفلدلفيا وبالتمور ونيوجيرسي وبيتسبورغ وبافلو ومنطقة نيو انجلد بما في ذلك بوستون وهارتسفورد وتحتفظ المنظمة بحضور قوي في شيكاغو وتؤثر بشكل كبير على المدن الأخرى في الغرب الأوسط مثل كينسا سيتي وديترويد وميلوكي وكليفلند وسانت لويس بالإضافة إلى هذه المناطق كانت المافيا نشطة بشكل ملحوظ في فلوريدا وفينيكس ولاس فيغاس ولوس أنجلوس وعلى رغم من تراجع نشاط عائلات المافيا الإقليمية في هذه المناطق لكن نسلهم ما زالوا منخرطين في الأنشطة الإجرامية وفي المقابل في مناطق أخرى أدت توحيد إلى سيطرة العائلات الإجرامية الأكثر قوة من المدن المجاورة على الأنشطة وفي أوج قوتها كانت المافيا تضم عائلات كوزا نوسترا فيما لا يقل عن 26 مدينة أمريكية بالإضافة إلى العديد من المنتسبين والشركاء في مواقع أخرى كانت هناك خمس عائلات مافيا رئيسية في مدينة نيويورك يعرفون باسم العائلات الخمسة وهم عائلة كامبينو وعائلة لوكزي وعائلة جينوفينزي وعائلة بونانو وعائلة كولومبو هذه الجماعات التابعة للمافيا الإيطالية الأمريكية قادت تاريخ الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة كانت كل عائلات تعمل في منطقتها الخاصة بشكل مستقل بينما كان التنسيق الوطني يدار عبر اللجنة والتي تضم رؤساء العائلات الأقوى وعلى رغم من صعود منظمات إجرامية أخرى ما زالت المافيا تلعب دور مهيمن في الجريمة المنظمة عبر الولايات المتحدة خاصة في شمال شرق البلاد وشيكاغو مصطلح المافيا اشتق من الكلمة السقلية مافو والتي تترجم بشكل فضفاض إلى الغطرسة ولكنها قد تعني أيضا الجرأة أو التفاخر في السقلية خلال القرن التاسع عشر عندما كان يصف الناس رجلا بصفة مافو أو مافيزو في الإيطالية كان ذلك يعني أنه رجل شجاع ومبادر وفخور كما أشار الباحث دييغو كامبيتا فأن النسخة الأنثوية مافيزو تعني جميلة أو جذابة وفي أمريكا الشمالية يشار غالبا إلى المافيا الإيطالية الأمريكية بشكل غير رسمي باسم المافيا أو العصابة ومع ذلك قد تكون هذه المصطلحات غامضة بدون سياق محدد حيث قد تشير المافيا إلى المافيا السقلية على وجه الخصوص أو الجريمة المنظمة الإيطالية بشكل أوسع بينما قد تشير العصابة إلى نقابات الجريمة المماثلة مثل العصابة الإيرلندية أو الجريمة المنظمة بشكل عام ظهرت أول حالة موثقة لما سيصبح المافيا في الولايات المتحدة في ربيع عام 1869 حيث وصف التقرير نشرته صحيفة نيو أورلانس تايمز المنطقة الثانية في المدينة بأنها مغمورة بالمجرمين الصقليين المشهورين بالقتل والتزوير والسرقة وأفاد التقرير بأن هؤلاء المجرمين قد شكلوا التحالف مشترك لنهب المدينة وإثارة الفوضى فيها كانت معظم الهجرة من جنوب إيطاليا تتجه نحو البرازيل والأرجنتين حيث كانت نيو أورلانس ميناء رئيسي مع حركة مرور متكررة إلى كلاء البلدين في الولايات المتحدة اكتسبت مجموعات المافيا شهرتها أولا في نيويورك حيث تطورت من عصابات أحياء صغيرة في الأحياء الإيطالية الفقيرة إلى الشبكة تمتد عبر المدينة ومن ثم عبر أنحاء البلاد أشار مصطلح اليد السوداء إلى تقنية ابتزاز واسعة الانتشار في الأحياء الإيطالية في أوائل قرن العشرين وغالبا ما كان يفهم بشكل خاطئ على أنه مرادف للمافيا كانت اليد السوداء سلوب إجرامي تمارسه عدة عصابات صغيرة وليس منظمة واحدة ويتم التفكير بشكل خاطئ أن الابتزاز الذي يتم تحت هذا الاسم كان من عمل مجموعة موحدة بسبب التشابه في التنفيذ بين المجتمعات الإيطالية الأمريكية المختلفة كان جوزيبي أسبيزيتو أول عضو مافيا معروف استقار في الولايات المتحدة هو وست آخرون فروا إلى نيويورك بعد قتل عدة ملاك أراضي ومسؤولين أثريا في سقلية قبض على أسبيزيتو في نيويورلانز في عام 1881 وأعيد إلى إيطاليا وبين تسعينات القرن التاسع عشر وعشرينات القرن العشرين أصبحت عصابة فايف بونتس التي أسسها بول كيلي مؤثرة في حيلة الإتالي في مدينة نيويورك ضمت عصابة كيلي رؤساء الجريم المستقلين مثل جيوني توريو وآل كابوني ولاكي لوتيانو وفرانكي بيل والذين غالبا ما تصادموا مع عصابة إيستمان اليهودية في نفس المنطقة بالإضافة إلى ذلك كان هناك عائلة مافيا كبيرة تعمل في إيست هارن بينما كانت الكامورا من نابولي نشيطة في بروكلين وفي شيكاغو كان الحي الإيطالي في المنطقة التاسعة عشر والمعروفة باسم المنطقة الدموية مشهور بالعنف المرتبط بالمافيا والنزاعات والثأر شهدت نيو أورلندس أول حادثة مافيا رفيعة المستوى في الولايات المتحدة والتي حضت باهتمام وطني ودولي ففي الخامس عشر من أكتوبر من عام 1890 تم اغتيار رئيس الشرطة ديفيد هينسي وعلى رغم من أنه لا يزال غير واضح ما إذا كان المهاجرون الإيطاليون هم المسؤولين أم أن الأمر كان فخ للإيقاع بالمهاجرين المكروهين إلا أنه بعد مقتله تم اعتقال العديد من الصقليين بتهم مشبوهة وتم توتيه الاتهام إلى 19 منهم على الرغم من تبرئتهم في النهاية وسط مزاعم بالتلاعب والشهود والرشوة قامت عصابة غاضبة في نيو أورلندس بقتل 11 من أصل 19 من المتهمين في 14 مارس من عام 1891 وتم الشنق 2 واطلق النار على 9 آخرون والبقية هربوا وفي 16 من يناير من عام 1919 بدأت الولايات المتحدة تطبيق حضر الكحول بموجب التعديل الثامن عشر والذي حضر إنتاج ونقل وبيع الكحول وعلى الرغم من هذا الحضر ظلت طلب الشعبي على الكحول مرتفع مما أدى إلى بيئة أصبحت فيها الجريمة وسيلة لتزويد السوق بالكحول وكان غالبا يتم هذا بتسامح من الشرطة والمسؤولين المحلين وعلى الرغم من عدم ارتباط ذلك بشكل مباشر بالمافيا إلا أن معدل القتل ارتفع بأكثر من 40% خلال فترة الحضر حيث ارتفع من 6.8 إلى 9.9 لكل 100 ألف شخص وفي الأشر الثلاثة الأولى بعد التعديل الثامن عشر تم سرقة خمور مخزنة بقيمة نصف مليون دولار من مستودعات الحكومة فاقت الأرباح المحتملة من تجارة الكحول المخاطر القانونية مما جعل فرض القانون تحدي تم نقل أكثر من 900 ألف صندوق من الكحول إلى أطراف المدن الأمريكية حيث استغلت العصابات السياسية والمجرمين هذه الفرصة واستوردت معظم الكحول من كندا ومنطقة البحر الكاريبي والغرب الأوسط الأمريكي وشهدت أول العشرينات من القرن العشرين صعود الفاشية في إيطاليا تحت حكم موسيليني مما دفع بموجات من المهاجرين الإيطاليين بما في ذلك أعضاء من المافيا الصقلية إلى الفرار لأمريكا ومع قمع موسيليني لأنشطة المافيا في إيطاليا عاش العديد من المهاجرين الإيطاليين في الأحياء الفقيرة وانضم بعضهم إلى المافيا الأمريكية هربا من الفقر استغلت المافيا الفرصة التي أتاحها للحضر وحققت أرباح هائلة من تهريب الكحول متجاوز الأرباح التي كانت تجنيها من الأنشطة التقليدية مثل الحماية والابتزاز والقمار والدعارة شهدت فترة الحضر جمع عائلات المافيا ثروات كبيرة وتأسيس هيكل العائلة في العديد من المدن تضلب تهريب الكحول قوة عاملة متنوعة شملت رؤساء ومحامين وسائقين ومنافذين كانت العصابات تتعرض لعمليات السطو المتكرر لشحنات الكحول من المنافسين مما دفعهم إلى مطالبة بدفع المال مقابل الحماية وتوظيف حراس مسلحين لحماية شحناتهم الخاصة وفي العشرينات من القرن الماضي خاضت المافيا الإيطالية صراع عنيف للسيطرة على تجارة وتهريب الكحول المربحة حيث تصادمت مع العصابات الإيرلندية واليهودية في مناطق مختلفة وفي مدينة نيويورك تصارع فرانكليين مع عصابة اليد البيضاء الإيرلندية بينما اشتبكت عائلة الكابوني في شيكاغو مع عصابة الجانب الشمالي الإيرلندية وبحلول أواخر العشرينات من القرن الماضي في نيويورك ظهر فصيلان إجراميان رئيسيان يقودهما جو ماسييرا وسلفاتوري مارنزانو وبلغت ذروتها في حرب كاسلا ماريزي وتغتيال ماسييرا في عام 1931 إلى تقسيم مارنزانو مدينة نيويورك إلى خمس عائلات أصبح مارنزانو أول زعيم للمافيا الأمريكية حيث أسس قانون سلوك المنظمة وتقسيمات العائلات وأجراءات تسوية النزاعات وعلى نفسه زعيم الزعماء وطالب بالجزية من جميع العائلات لكن دوره كان قصير الأمد حيث تم اغتياله خلال ستة أشهر بناء على أوامر من تشارج لاكي لوتشانو وهو أحد مساعدي ماسييرا والذي كان قد تحالف مع مارنزانو قبل تخطيط لقتل ماسييرا ولتعويض نظام المافيا الاستبدادي الذي كان يقوم على تعيين زعيم واحد ليكون كابو دي كابي أو زعيم الزعماء أسس لوتشانو اللجنة في عام 1931 تتألف هذه اللجنة من قادة العائلات الأقوى وأتاحت لكل منهم صوت متساوي في اتخاذ القرارات وحل النزاعات بين العائلات أدى هذا الهيكل التنظيمي إلى فترة من السلام والثراء للمافيا الأمريكية وبحلول منتصف القرن العشرين شملت المافيا ستة وعشرين عائلة معتمدة من اللجنة وكانت كل منها تعيش في مدينة مختلفة باستثناء العائلات الخمسة في نيويورك كانت كل عائلة تعمل بشكل مستقل داخل أراضيها الخاصة وعلى النقيض من الجيل الأكبر من البيتات الشوارب أو مستاتش بيتس مثل مارانزاو أو ماسيرا والذين كانوا يتعاونون بشكل رئيسي مع الإيطاليين كان الشباب الأتراك بقيادة لوتشانو أكثر انفتاحاً في العمل مع مجموعات أخرى بما في ذلك الشبكات الإجرامية اليهودية الأمريكية مما أدى إلى زيادة الأرباح ازدارت المافيا من خلال الالتزام بقانون صارم بالأصول السقلية حيث تبنت هيكل هرمي منظم وفرضت قسم الصمت أو أوميترا لتجنب التعاون مع الشرطة كان انتهاك هذه القواعد يؤدي إلى القتل استمرت قوة المافيا التي تصاعدت خلال فترة الحضر حتى بعد تقنين الكحول وسعت العمليات الإجرامية خلال فترة الحضر إلى مشاريع أخرى شملت القمار غير القانوني والإقراض بفوائد مرتفعة والابتزاز والحماية والتهريب المخدرات وبيع السلع المسروقة والجريمة العمالية خاصة عبر السيطرة على النقابات ومنتصف القرن العشرين كان للمافيا تأثير كبير على عدة نقابات عمالية مثل نقابة مسترز والرابطة الدولية لعمال الشحن والتفريق مهد هذا التأثير الطريق لتوطيط المافيا في أعمال مشروعة مربحة مثل البناء والهدم وإدارة النفايات والنقل والصناعات المتعلقة بالموانئ والملابس وكانوا يستغلون صناديق الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية للنقابات ويبتزون الشركات بالتهديد بالأضراب ويتورطون في التلاعب في العطاءات في مدينة نيويورك كان معظم مشاريع البناء تتطلب موافقة العائلات الخمسة وفي قطاع الموانئ قامت المافيا برشوة الأعضاء للحصول على معلومات حول البضائع القيمة القادمة والتي كانوا يسرقونها ويبيعونها في السوق السوداء وقام مايرلانسكي بالدخول في مجال الكازينوهات الكوبية في الثلاثينات من القرن الماضي في حين كانت المافيا متورطة في تجارة السكر والروم الكوبية ومع تولي باتستا رئاسة كوبا في عام 1952 تمكن رؤساء المافيا من الاستثمار في الكازينوهات حيث امتلكوا ما لا يقل عن 19 كازينو ومع ذلك أدت الثورة الكوبية بقيادة كاسترو إلى الإطاحة بباتستا إلى إنهاء مغامرات المافيا الكوبية بحضر الاستثمارات الأمريكية اعتبرت لاس فيكاس مدينة مفتوحة لأي عائلة إجرامية وأصبحت هدف رئيسي بمجرد تقنين القمار في نيفادا ومنذ الأربعينات كان لعائلات المافيا في نيويورك وكليفلند وكنسا سيتي وشيكاغو حصص في كازينوهات لاس فيكاس غالبا ما كانت تمول بواسطة قروض من صندوق معاشات تيميسرز والذي كانوا يسيطرون عليه واستخدموا رجال واجهة لإدارة عمليات الكازينو وقاموا باختلاس ملايين الدولارات قبل تسجيلها وتحويلها مرة أخرى للعائلات عملت المافيا دون تحديات كبيرة بسبب نقص الموارد والمعرفة لدى جهاز تنفيذ القانون والفساد وترهيب الشهود وقررت جلسات الاستماع التي أجرتها لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة كيفوفر في عام 1951 بوجود منظمة إجرامية خطيرة تعرف باسم المافيا وعلى رغم من استدعاء العديد من أفراد العصابات إلا أن القليل من المعلومات المهمة تم الكشف عنها كان اجتماع أبلاتشين في عام 1957 هو التجمع كبير للمافيا في نيويور نقطة تحول أجبرت مكتب التحقيقات الفيدرالي على الاعتراف بالجريمة المنظمة والتعامل معها بجدية وفي عام 1963 أصبح جو فلاتشي أول عظم في المافيا ينقلب ليصبح مخبر حيث كشف عن عمليات المافيا وأكد وجودها لجهاد انفاذ القانون أدى ذلك إلى تكثيف جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد نقابة الجريمة الوطنية التابعة للمافيا وتأسيس قوات ضد الجريمة المنظمة في مختلف المدن هذا الضغط المتزايد على المافيا لم يعرقل في البداية أنشطتها الإجرامية لكن بحلول أوائل الثمانينات نجح متب التحقيقات الفيدرالي في طرد نفوذ المافيا من كازينوهات لاس فيكاس وبدأ بالتخفيف من قبضتها على النقابات العمالية وبحلول أواخر السبعينات كانت المافيا قد اخترقت العديد من الصناعات بما في ذلك المراهنات على الرياضة الجامعية شارك أعظام مرتبطون بعائلة الجريمة لوكيزي بما فيهم هنري هيل وآخرون في فضيحة التلاعب بالنقاط مع فريق كرة السلة لجامعة بوستون خلال موسم 1978 و1979 وقاموا بتعديل نتائج المباريات من خلال رشوة وتهديد أعضاء الفرق مما يضمن أن تكون الرهانات على نقاط التوزيع لصالحهم وحققت المافيا أرباح كبيرة من عمليات الاحتيال في ضريبة الوقود وقاموا بوضع خطط لاحتجاز مدفوعات الضرائب على بيع كميات كبيرة من البترول بالجملة مما مكنهم من تخفيض الأسعار وقام مايكل الفرانزيزي بتدبير فضيحة وقود تمكن خلالها من التهرب من دفع أكثر من 290 مليون دولار من ضرائب البنزين حيث كان يغلق محطات الوقود قبل أن يتم تحصيل الضرائب لكن ألقي القبض عليه في عام 1985 كانت تلاعب بالنقابات العمالية أسلوب آخر استخدمته المافيا للسيطرة على العديد من الصناعات على نطاق واسع وخاصة في المدن التي تضم نقابات عمالية كبيرة مثل نيويورك وفيلدلفيا وشيكاغو وديترويد اخترق أعضاء المافيا النقابات حيث أصبح البعض منهم قادة في هذه النقابات واستغلوا هذا النفوذ لابتزاز الأموال والموارد من الشركات الكبرى شملت الإدانات الأخيرة بتهم الفساد نقابات مثل نقابة عمال الموانا في نيوجيرسي ونقابة عمال الخرسانة كانت المطاعم وخاصة في مدينة نيويورك وسيلة أخرى لقوة المافيا الاقتصادية لم تكن هذه المطاعم مجرد مواقع لاجتماعات مهمة وعمليات القتل بل كانت أيضا واجهات لتهريب المخدرات فبين عوام 1985 و 1987 قيل أن المافيا السقلية في الولايات المتحدة هربت حوالي 1.65 مليار دولار من الهروين عبر مطاعم البيتزا حيث كانوا يخفونه داخل منتجات غذائية مختلفة في لاس فيغاس كان نفوذ المافيا بارز بشكل خاص حيث بدأت مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية مع افتتاح كازينو فلامينغو وكازينوهات أخرى مثل ستاندرت وصحارة وتروبيكانا وديزرت إن وريفيرا لعبت استثمارات المافيا في هذه الكازينوهات دور كبير في تطوير لاس فيغاس في منتصف القرن العشرين ونموها الاقتصادي كانت أرباح الكازينوهات والتي بدأت كعوائد أعمال مشروعة تمول أنشطة غير القانونية للمافيا في الخمسينات وحتى الثمانينات ومع ذلك بدأت قبضة المافيا في لاس فيغاس تضعف في الستينات حيث أدى قانون ولاية نافادا في عام 1969 والذي سهل الميكية المؤسسية للكازينوهات وقانون ريكو الصادر عن الكونغرس الأمريكي في عام 1970 إلى تمكين جهات إنفاذ القانون من استهداف أنشطة المافيا بشكل أكثر فعلية وبحلول الثمانينات كان هناك تراجع ملحوظ في وجود المافيا في لاس فيغاس حيث تم إدانة العديد من رجال العصابات وسجنهم بموجب قانون ريكو أصدر قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد ريكو في عام 1970 مما شكل نقطة تحول في مكافحة الجريمة المنظمة قدم هذا القانون الفيدرالي عقوبات شديدة على الجرائم المرتكبة كجزء من منظمة إجرامية مستمرة بما بذلك السجن لمدة تصل لعشرين عام لكل جريمة وغرامات تصل لخمسة عشرين ألف دولار ومصادرة إلزامية للمتلكات المكتسبة من هذه الأنشطة الإجرامية كانت قوة قانون ريكو تكمن في قدرته على استهداف المنظمات الإجرامية ككل وليس فقط الأفراد الذي يمكن استبدالهم بسهولة ومبين عام 1981 إلى 1992 أدى القانون إلى إدانة 23 من رؤساء المافيا إلى جانب 13 من نواب الرؤساء و43 من القادة ليصل عدد أفراد عائلات الجريمة المدانين إلى حوالي ألف بحلول عام 1990 وعلى رغم من التأثير الكبير على العديد من عائلات المافيا استمرت المجموعات الأكثر نفوذاً في ممارسة السيطرة في مناطقها وإن كان ذلك بصعوبة متزايدة بسبب الضغوط القانونية الجديدة ففي قضية ريكو البارزة في عام 1992 حكم على جون جوتي وفرانك لوكاسيو بالسجن مدى الحياة يرجع الفضل الكبير في ذلك إلى شهادة المخبر سامي غرافانو والذي حصل على الحصانة في المقابل لعب برنامج حماية الشهود الفدرالي دور حاسم أيضاً حيث وفر هويات جديدة ودعم مالي مدى الحياة لأعضاء المافيا الذين شهدوا ضد زملائهم أدت هذه الاستراتيجية إلى السجن مئات من المنتسبين للمافيا وتراجع كبير في قوة ونفوذ المافيا منذ التسعينات وفي التاسع من يناير من عام 2003 تم القبض على جوزيف ماسينو رئيس عصابة الجريمة بونانو وتوجيه الاتهام إليه إلى جانب سلفتوري فيتالي وفرانك لينو ودانييل منغيلي قائد في عائلة الجريمة واجه ماسينو اتهامات بما في ذلك جريمة قتل دومينيك سوني بلاك نابوليتانو في عام 1981 بدأت محاكمته في مايو من عام 2004 برئاسة القاضي نيكولاس جرافيس وبعد توجيه 11 تهمة متعلقة بقانون ريكو ودين ماسينو في جميع التهم في يوليو من عام 2004 كان من المتوقع أن يحكم عليه باستجمد الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط ومصادرة أصوله بمبلغ 10 ملايين دولار بصفته زعيم عائلة بونانو وبعد إدانته مباشرة في 30 يوليو سعى جوزيف ماسينو للقاء القاضي جرافيس لاقتراح تعاونه وفي مواجهة احتمال عقوبة الإعدام بسبب جريمة قتل نوبيليتانو وبناء على توجيهات المدعي العام أنذاك جون أشكروفيت كان ماسينو يأمل في تجنب الإعدام كان مهدد بأن يكون أول زعيم مافيا يتم إعدامه منذ ليبكي بوشالتر في عام 1944 وأول زعيم لعائلة في نيويورك يتحول إلى مخبر بعد رالف نتالي من عائلة جريمة فلادلفيا والذي أصبح مخبر في عام 1999 تحت الدهم تتعلق بالمخدرات ظلت المافيا منخريطة في أنشطة غير قانونية مختلفة بما في ذلك القتل والابتزاز والفساد بين المسؤولين والقمار والتسلل إلى الأعمال التجارية المشروعة والتلاعب بالنقابات العمالية والإقراض بفوائد باهظة والاحتيال الضريبي والتلاعب بسوق الأسهم وعلى رغم من أن وجود المافيا كان في يوم من الأيام مواسع النطاق على مستوى البلاد إلا أنه أصبح يتركز بشكل رئيسي في الشمال الشرقي وشيكاغو وعلى رغم من المنافسة من مجموعات إجرامية أخرى مثل المافيا الروسية والعصابة الصينية الكرياد وعصابة المخدرات المكسيكية حافظت المافيا على النفوذ كبير في هذه المناطق بفضل هيكلها التنظيمي الهرمي ومع ذلك ركزت وكالات إنفاذ القانون بشكل متزايد على الأمن الداخلي بعد هجمات 11 سبتمبر مما أثار مخاوف بشأن إمكانية عودة المافيا وللتهرب من رقابة مكتب التحقيقات الفيدرالية والملاحقة القضائية بدأت المافيا الحديثة بالاستعانة بأطراف خارجية لإدارة العديد من عملياتها حافظت المافيا الأمريكية على هيكل هرمي صارم مستمد من أصولها السقلية ولكن تكيف مع سياقها الأمريكي على يد سلفاتوري مارنزانو في عام 1931 أنشأ مارنزانو لعائلات الخمسة حيث كان لكل عائلة زعيم أو بوس ونائب زعيم أو أندر بوس وقائد أو كابو وجنود أو سولتادو وكلهم من أصول إيطالية خالصة على الرغم من أن المنتسبين يمكن أن يكونوا من أي خلفية يطلق على الأعضاء الذين يتم إدخالهم رسميا إلى المافيا اسم الرجال المصنوعون أو مادمن مما يدل على وضعهم الذي لا يمس في العالم السفلي الإجرامي وأي ضرر يلحق بهم يستدعي الانتقام باستثناء المنتسبين جميع أعضاء المافيا هم مصنوعون ورسميا جزء من عائلة الجريمة تشكل أعلى ثلاث مناصف في المنظمة الإدارة تحتها توجد فصائل مختلفة يقدها كابوريجمس أو القادة هؤلاء القادة يرأسون فرق من الجنود والمنتسبين ويعملون بشكل مشابه لمديري الشركات ويرفعون تقاريرهم للإدارة وكان يتم تمرير الأوامر من الزعيم عبر سلسلة القيادة مما يضمن حماية المستويات العليا من المافيا من التدقيق القانوني من خلال توفير الإنكار المعقول وفي بعض الأحيان يتم تشكيل لجان حكم تتكون من ثلاث أو خمس أعضاء عند السجن زعيم العائلة لتتقاسم مسؤوليات القيادة ولتقليل تركيز إنفاذ القانون على فرد واحد ابتكر فينسد جيغانتي زعيم سابق لعائلة جينوفيزي أدوار مثل الرسول والزعيم الشارع مما أدى إلى تنوع الهيكل القيادي وساعد في التهرب من اكتشاف الشرطة كان الزعيم والمعروف أيضا باسم الدون أو العراب هو قائد العائلة وغالبا ما كان يحكم باسلوب سلطوي وكان يتلقى جزء من أرباح كل عملية تنفذها أفراد العائلة وتلك التي تجري في المنطقة التي يسيطر عليها اختيار الزعيم يختلف من عائلة إلى أخرى وغالبا ما يتم من خلال تصويت من قبل القادة أو الكابو وفي حالة التعادل يكون للزعيم المساعد أو الأندربوس الصوت الحاسم تاريخيا كان جميع أفراد العائلة يصوتون لاختيار زعيمهم ولكن بحيول أواخر الخمسينات جذبت مثل هذه الاجتماعات الكثير من الانتباه اعتبر العديد من الانتخابات محددة مسبقا مثل انتخاب جون جوتي في عام 1986 والذي تميز بالتخويف واستعراض لافت للقوة كان أبو الزعيم أو الأندربوس هو الرجل الثاني في القيادة وغالبا ما يعين من قبل الزعيم وتشمل مهامه الإشراف على العمليات اليومية أو إدارة أكثر مشاريع العائلة الربحية وغالبا ما يحصل على حصة من الدخل كان أبو الزعيم هو الخليف المحتمل في حالة سجن الزعيم أو تعذر آداء مهامه أما المستشار أو الكونسوليري فهو يعمل كمستشار وأحيانا كيد يمنى للزعيم حيث كان يتوسط في النزاعات ويمثل العائلة في التعاملات مع الآخرين كان هذا الدور والذي يشغله عادة عضو كبير ومحترم مهم جدا في إدارة شؤون العائلة الداخلية وغالبا ما كان المستشار صديق مقرب أو مستشار موثوق به من قبل الزعيم كان المستشار عادة ثالث أعلى مسؤول في إدارة العائلة وغالبا ما يكون عضو كبير محترم ذو خبرة واسعة في عمليات العائلة كان الزعيم عادة يختار صديق مقرب أو مستشار لهذا المنصب المهم أما القائد والمعروف أيضا باسم كابو فهو يقود مجموعة من الجنود وعادة ما يتألف من عشرة إلى عشرين جندي والعديد من المنتسبين يتم تعيين القائد من قبل الزعيم ويكون مسؤول أما أمام الزعيم أو نائب الزعيم القائد يشارك جزء من الأرباح من عمليات فريقه مع قيادة العائلة ويكلف القائد بالعديد من المسؤوليات بما في ذلك الأنشطة الإجرامية الجادة وغالبا ما يلعب دور رئيسي في التلاعب بالنقابات العمالية من خلال التأثير على أشطتها أما السلداد أو الجندي فهو عضو كامل في المافيا وعائلة الجريمة الخاصة بها تاريخيا كان يشترط أن يكون الجنود من أصل إيطالي كامل ولكن العديد من العائلات الحديثة قبلت أولئك الذين لديهم نصف أصل إيطالي لا سيما من جهة الوالد وبمجرد أن يصبح الجندي مصنوع كان يعتبر غير قابل للمساس مما يعني أن أي أذى يلحق به يتطلب موافقة من رئيسه يقوم الجنود بدورهم الأساسي في الأسرة من خلال الانخراط في أنشطة إجرامية متنوعة مثل الاعتداء والقتل والابتزاز والترهيب وفي المقابل كانوا يديرون مشاريع إجرامية مربحة تكلفهم بها القيادة العليا ويتمتعون بالوصول كامل إلى موارد ونفوذ العائلة أما المنتسبون فهم ليسوا أعضاء رسميين في المافيا ولكنهم مرتبطون بعائلة جريمة معينة تختلف أدوارهم بشكل كبير حيث تتراوح بين القيام بمهام مشابهة للجندي إلى أداء مهام أساسية بسيطة وغالبا ما كان المنتسبون ينظر إليهم على أنهم مرشحون ليصبحوا أعضاء رسميين حيث يثبتون قيمتهم لاحتمال ترقيتهم إلى جنود عندما تكون العائلة منفتحة لقبول أعضاء جدد تشمل أدوارهم العمل كوسطة في الصفقات الإجرامية أو تهريب المخدرات لتحويل انتباه الشرطة بعيدا عن العضاء أو قد يكونوا رجال أعمال أو مهنيين مثل مالكي المطاعم أو المسؤولين الفاسدين الذين يتعاملوا مع العوال في حين أن غير الإيطاليين لم يكن بإمكانهم الترقية إلى ما بعد الانتساب إلا أن بعض الأشخاص مثل ماير لانسكي وباكسي سيغل وجيمي هوفا تمتعوا بتأثير واحترام كبيرين داخل عائلات الجريمة الخاصة بهم كانت مراسم دخول المافيا لتصبح رجل مصنوع متجذرة في تقاليد متنوعة بما في ذلك الجماعات الكاثوليكية الرومانية والماسونية في منتصف القرن التاسع عشر في سقلية أثناء الطقوس كان يثقب إصبع المتقدم لإخراج الدم ثم يثقب الدم على بطاقة تحتوي على صورة قديس وبعدها تشعل البطاقة بالنار وعندما تبدأ بالاحتراق تمرر بسرعة من يد إلى أخرى لتجنب الحروق بينما يتعاهد المتقدم بالولاة لعائلة المافيا يعرف هذا التعاهد باسم الأوميرتا تم تأكيد هذا الإجراء من قبل عضو المافيا السابق توماسو بوشيتا في عام 1986 كانت عملية اغتيار رجل مصنوع تتطلب موافقة القيادة العليا للعائلة لتجنب ردود فعل انتقامية أو حروب بين العصابات اكتسح مصطلح الذهاب إلى المراتب والذي يعني الاستعداد للحرب أو الدخول في حالة حرب شعبية من فيلم العرب وعلى الرغم من أن أصوله غير واضحة أكدت الأوميرتا وهو قانون الصمت في المافيا على عدم التعاون مع السلطات والأشخاص الخارجين تاريخيا كان الانضمام إلى المافيا يتطلب أصول سقلية ثم توسع ليشمل أصول إيطالية كاملة وفي النهاية امتد ليشمل منهم من نصف أصول إيطالية من جهة إلب وفي عام 2000 ورد أن اللجنة قررت العودة إلى القاعدة التي تشترط أن يكون كل الوالدين من أصل إيطالي بالإضافة إلى ذلك كان من الشاع أن يكون لدى أعضاء المافيا عشقات تغليديا كان يطلب من أعضاء المافيا المصنوعين أن يطلقوا شواربهم وهو عرف يعود إلى البيتات الشوارب المافيا الأمريكية كانت ترى المثلية الجنسية لا تتماشى مع قوانينها كما يتضح من قتل جون داماتو في عام 1992 والذي كان يعمل كزعيم لعائلة ديكافال كانتي بناء على شكوك حول ميوله الجنسية وخلال الحرب العالمية الثانية شكل جهاز المخابرات البحرية الأمريكية تحالف مع الزعيم المافيا لاكي لوتيانو لتأمين الواجهة البحرية لنيورك ضد التخريب بعد حادثة السفينة نورماندي كان هذا الحدث والذي وقع في التاسع من فبراير من عام 1942 حافز مهم لإجراء مناقشات جادة حول حماية الساحل الشرقي للولايات المتحدة اشتعلت النيران في سفينة نورماندي في ظروف غامضة مما أدى إلى إصابة 128 شخص من أصل 1500 من البحارة والمدنيين الذين كانوا على متنها وبحلول اليوم التالي تحولت السفينة إلى حطام وعلى رغم أن الحادث أسفر عن وفاة شخص واحد فقط إلا أن الأضرار الجسيمة أثارت شكوك حول التخريب وبعد مرور 12 عام شدد ويليام بي هيرلانز مفوض التحقيقات على ضرورة تعاون الحكومة الأمريكية مع المجرمين البارزين في تقريره وأكد على مخاوف سلطات الاستخبارات بشأن التخريب والتجسس خاصة فيما يتعلق بتسريب معلومات حساسة حول تحركات القوافل وفي غسطس من عام 1960 اقترح العقيد شيفلد إدواردز والذي كان يقود مكتب الأمن في وكالة المخابرات الأمريكية خطة لاغتيال كاسرو زعيم كوبا باستخدام قتل مأجوري من المافيا ومنذ ذلك الشهر حتى إبريل من عام 1961 تعاونت وكالة المخابرات الأمريكية مع المافيا في محاولة لتنفيذ السلسلة من المؤامرات لاغتيال كاسرو اختلفت هذه المؤامرات في الأساليب بما في ذلك خطط لتسميمه أو إطلاق النار عليه ومن بين الشخصيات البارزة في المافيا والتي وردت تورطها في هذه العملية السرية سام جيانكانا وكارلوس مارسيلو وسانتو ترافكيني جونيور وجون روسيلي اتبعت عدة عائلات مافيا قاعدة صارمة تمنع قتل السلطات الحكومية بسبب الخشية من ردود الفعل الشديدة من الشرطة وبعض الحالات كان حتى التخطيط لمذل هذه الجريمة يعاقب عليه بالاعدام داخل المنظمة مثلا قتل رجل لعصابات اليهودي وشريك المافيا داتش شولترز على يد نظرائه في المافيا الإيطالية لأنهم خشوا أن خطته لاغتيال المدعي العام لنيورك توماس دوي ستجلب رقابة غير مسبوقة من الشرطة على المافيا وعلى الرغم من هذه القاعدة تورطت المافيا تاريخيا في قتل ضباط انفاذ القانون مثلا تم اغتيال ضابط الشرطة في نيورك جو بيترو سينزو على يد رجال مافيا السقليين أثناء أداء واجبه في السقلية مما أدى إلى نصب تمثال تكريمي له مقابل مقر معروف لعائلة لوكيزي في نيورك لجنة كيفوفر والتي قادها السيناتور إستيس كيفوفر من ولاية تينيسي في عام 1951 كانت لجنة خاصة بمجلس الشيوخ الأمريكي خلصت إلى وجود منظمة إجرامية خطيرة تعرب بالمافيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وجلبت جلسات الاستماع المتلفزة للجنة كيفوفر هذا الموضوع لاهتمام الجمهور وضغطت على مكتب التحقيقات الفيدرالي للاعتراب بوجود الجريمة المنظمة واستجابة لذلك أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي برنامج كبار المجرمين في عام 1953 بهدف جمع وتوحيد المعلومات حول المجرمين كان اجتماع أبلاتشين في عام 1957 قمة مافيا كبيرة عقدت في منزل جوزيف باربرا الشهير بجول حلاق في أبلاتشين حضرها حوالي 100 من أعضاء المافيا من الولايات المتحدة وإيطاليا وكوبا ناقش الاجتماع العديد من الأنظمة الإجرامية ببعض ذلك تقسيم العمليات التي كان يديرها ألبرت أنستازيا المتوفى حديثا أدى هذا الاجتماع إلى حملة قمعية حيث تم القبض على العديد من أفراد العصابات وتوجيه التهم إليهم مما أكد إلى وجود مؤامرة إجرامية واسعة النطاق وأصبح جو فلاتشي الجندي في عائلة الجريمة جينوفينزي مخبر بعد إدانته بتهمة المخدرات في عام 1959 وارتكاب جريمة قتل داخل السجن في عام 1962 كانت شهادته في جلسات الاستماع أمام اللجنة الفرعية للسناتور ماكليلان في عام 1963 أول اعتراف علني من أحد أعضاء المافيا بوجود المنظمة وكشفت إفصاحات فلاتشي عن تاريخ المافيا وعملياتها وتقوصها لكنها لم تؤدي مباشرة إلى محاكمة أي قادة ومع ذلك ساعدت شهادته في حل عدة جرائم قتل وكشف هيكل جريمة المنظمة في أمريكا كانت الولايات المتحدة موطن للعديد من عائلات المافيا وكان لبعضها نفوذ يتجاوز مناطقها الرئيسية بما في ذلك ارتباطاتها في مناطق ودول أخرى عائلتي الجريمة بونانو وبوفيلو وسعت نفوذهم إلى فصائل في كندا مثل عائلتي الجريمة ريزوتو وكورتوني المرتبطين بعائلة بونانو وعائلة لوبينو وبابيليا المرتبطتين بعائلة بوفالو أما عن أكثر العوائد نشاطا في أمريكا فهناك عائلة جريمة بوفالينو ومقرها في شمال شرق بنسلفينيا وعائلة شيكاغو أوتفت وعائلة جريمة كليفلند وعائلة جريمة دلس وعائلة جريمة ديكافا الكاني ومقرها في شمال نيوجيرسي وعائلة جريمة دينفر وعائلة شراكة ديترويد والعائلات الخمسة عائلة جريمة بونانو وعائلة جريمة كولومبو وعائلة جريمة كامبينو وعائلة جريمة جوفينزي وعائلة جريمة لوكرزي وجميعهم مقرهم في نيويورك وعائلة جريمة كينسل سيتي وعائلة جريمة لوس أنجلوس وعيلة جريمة مقادينو مقرها في بافلو في نيويورك وعيلة جريمة ميلوكي وعيلة جريمة نيو أورلانس وعيلة جريمة باترياكا ومقرها نيو إنجلند وعيلة جريمة فلدلفيا وعيلة جريمة بيتسبرغ وعيلة جريمة روتشتر وعيلة جريمة سان فرانسيسكو وعيلة جريمة سان خوسي وعيلة جريمة سياتل وعيلة جريمة سانت لويس وعيلة جريمة ترافيكيني ومقرها في تامبا في فلوريدا كان لكل هذه العائلات تأثير كبير في المناطق الخاصة وفي بعض الأحيان دوليا استوحى فيلم سكارفيس لعام 1932 الإلهام من حياة رجل العصابات الشهير آل كابوني وأصدرت شركة برامونت بيكتشرز فيلم الأخوة في عام 1968 من بطولة كيرك ديجولاس كزعيم مافيا ولكن لم يحقق نجاح تجاري ومع ذلك لم يمنع ذلك روبرت إيفنز من برامونتز من تمويل إكمال رواية ماريو بوزو والتي تحدثت عن المافيا والحصول على حقوقها للتحويلها لفيلم وأخرج فرانسيس فورد كوبولا فيلم العراب والذي حقق نجاح حائل وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وضع هذا الفيلم معيار جديد لأفلام المافيا وأدى إلى أنتاج جزء ثاني ناجح العراب الجزء الثاني إلى جانب أفلام أخرى تتعلق بالمافيا شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة وإذا عجلك محتوانة ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وركاست ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة